ما زلنا مع لبنان وخبر مهم وله دلالة يجمع بين الرئيس الفرنسي والسيدة فيروز والعهد الأوي أو الرئيس ميشيل عون الخبر يقول ماكرون لسكاي نيوز بعد زيارتي للسيدة فيروز ليلة أمس وزيارة محمية أرزجاج تحققت من محبة قسم كبير من الشعب اللبناني لرئيس جمهوريتهم كما أخبرتني فيروز عن تقديرها ومحبتها للرئيس ومشروع الإصلاح الذي يريد تنفيذه رئيس الجمهورية كما أني أحيي رئيس الجمهورية وجهوده وصبره لأن قسم من الانتفاضة كان يستهدفه شخصيا وهذا كان جليا وتوضح أكثر فيما بعد لدي ثقة في رئيس جمهوريتكم والإصلاح حؤات شهادة هامة حقيقة من الرئيس الفرنسي دفعت العشرات لمشاركة الخبر بين مجموعات أو جروبات العهد الأوي وعلى منصة تويتر وعبر تطبيق واتساب للأسف لم ينشر موقع سكاي أي خبر بهذا المضمون واكتفى بتقرير بعنوان بين لوحتين ملامح من لقاء ماكرون وجارة الأمر فيروز جاء فيه أنه لم يسمح لأي وسيلة إعلامية بتصوير اللقاء لأنه يعرف عن المغنية اللبنانية بعدها عن الأضواء والإعلام وعندما حاول بعض الصحفيين أخذ تصريحات من ماكرون حول تفاصيل اللقاء رفض وقال تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا عن الحنين الذي ينتابنا مضيفا لا أستطيع البوح بما قالته لي إنها جميلة وقوية للغاية هذه كلمات ماكرون بالحرف ولم يقل شيئا مما ذكرته تلك المنشورات المضللة اشتركوا في القناة